في نهم التي توقفت عندها معارك سعادة الدولة وإسقاط سلطة الميليشيا منذ العام 2016 عادت المعارك لكنها عادت غير واضحة الملامح والاتجاه فبينما كان البعض يتحدث عن انطلاق معركة استعادة الصنعاء جاءت الأخفار لتشير إلى سقوط معظم مواقع الجيش الوطني هناك بيد ميليشيا الحوثي ولتزال المعركة قائمة أهلا بكم بعد قرابة أربعة أعوام من سيطرة الجيش الوطني على منطقة نهم شرق العاصمة الصنعاء وبقائه فيها بقرار سياسي عادت ميليشيا الحوثي لتسيطر على معظم المنطقة ويعود الجيش الذي كان على مشارف صنعاء للدفاع عن مارب أطلقت ميليشيا الحوثي عملية عسكرية واسعة في ظل تواجد المبعوث الأممي وعدد من السفراء الأوروبيين في صنعاء وهو ما يجعل البعض يرى أنها عملية ذات علاقة بجهود تصفية القضية اليمنية التي يتم العمل عليها إقليميا ودوديا يرى هؤلاء أيضا أن موقف التحالف الغام اتجاه المعركة في نهم لا يفسره سوى أن هناك توجها لتصفية الجيش لأنه حسب رأيهم سيبقى يمثل معيقا لأهدافهم في المحافظات الجنوبية على الجهة المقابلة طرف آخر يرى فيما يحدث بنهم مجرد جولة واحدة من معركة لم تنتهي مع ميليشيا الحوثي أن النتيجة التي قد تسفر عنها لا تخرج عن كونها نتيجة مؤقتة مرهونة بالظروف التي يقاتل فيها جنود الجيش الوطني لنقار سيكون معنا من تعز المحلل السياسي عبدالهادي العزعزي ومن برلين الناشط السياسي زيد الشليف ورحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك إذن سيد العزعزي سقوط كثير من المواقع في الجبهة الأقرب إلى العاصمة الصنعية يثير عديد من التساؤلات أنت كيف تفسر ما حدث أعتقد أولا في البداية أشكرت أخي وأشكر الإخوة المشاهدين وأنا ربما لي موقف آخر من الناحية العسكرية أعتقد أن ما يعتبر سقوطا للمناطق العسكرية خصوصا في فرضتنيهم وبعض القبال كقبل المنارة أو غيره بعضها تم استعادتها والبعض الآخر كان من الضرورة بمكان أن تسقط حتى يظهر الحوثي هو المعتدي وأيضا يتم الخروج من شرك الألغام وكتائب القناصات التي حولها الحوثي إلى مترسين دائما لقواته هذا المترس الذي استغله بشكل جيد وهو ما يجيده مقاتلين أو الأذرع التي تحسب على الحرس الثوري الإيراني هي أكثر الجماعات التي تقيد التمترس حول القناصات واستخدام الصواريخ سواء من الكاتيوشا إلى ما يمكن تعرفه بالصواريخ الباليستية في النسخة الأولى وكذلك استخدام القناصات والألغام هذا المترس الحديدي الذي استعله الحوثي وصد بموقبه جميع هجمات الجيش الوطني كان يجب أن يتم استدراجه للخروج من حالة التحصين إلى حالة المواجهة تم الانسحاب أمامه كما قالت زارة الدفاع تكتيكيا ليعود إلى الخلف وتم الدفع بمقاتلين بأعداد كبيرة لإحتواء هذا الموقف بالأمس استخدم الطيران بشكل كبير وبالتالي هناك خطوات جادة في هذه المعركة هناك حالة من الاندفاع الحوثيين ربما بحالة تبني الهجوم كما أعلن هم من حددوا وطيرة المعركة لكن ربما يفقدون الزمامة منها المعركة متحركة في منطقة نيم ليس في نهبها وحدها لكنها متحركة من البيضاء جنوبا وحتى القسم الشمالي من محافظة القوف أي أنها تتعدى محافظة مارك بشكل كبير لتدخل ثلاث محافظات في وطن هذه المعركة هي البيضاء ومارب ومحافظة صنعاء والقوف طيب أطلح ذات السؤال المشتركة لضيفي الآخر السيد زيد الشليف الذي ينضم لنا عبر السكايب من برلين أرحبك سيد الشليف إذن سقوط كثير من المواقع وعدد من المواقع في الجبهة الأقرب إلى الصنعاء يثير كثيرة من التساؤلات كيف أنت تفسر ما حدث؟ أهلاً وسهلاً بكم وشكراً جزيلاً على هذه الحلقة على المخصصة على جبهة نه وأحب أن أؤكد أولاً أنه لم تسقط المواقع في الجبهة له وإنما هناك حصلت معارك سديدة في كثير من المواقع وكثير من المزارس وكثير من الجبال أضطر الجيش الوطني في بعض المواقع إلى الانسحاب بشكل بسيط لكن الكلام عن حضوط نهم بيد الحوتيين كلام مبالغ إلا أن نهم أساساً لم تحرر سابقاً الجيش الوطني تقدم قبل أربع سنوات إلى معتكار قرضة نه وإلى جبال ميمانة في جبال يام وعلى الميسر في جبل المنارة وقرود وكتب وهذه المناطق والهجوم الذي أرادته ميليشيات الحوتيين منذ ستات أيام تبقه هجوم إعلامي بأن نهم فقطت وأن الحوتيين أصبحوا على أبواب مالك وانساق وراءهم للأسف الكثير من الأبواق الإعلامية وروجوا لهذه الإشعاعات ويوم أمس تم قطع الاتصالات على الجيش الوطني وللأسف أنه بعد خمس سنوات من الحرب مع الميليشيات الحوتيين ما زالت الاتصالات بعيدين فمن الطبيعي أن يتجسسوا على الجيش الوطني وتم قطع الاتصالات على الأبناء الجيش الوطني وتم تشويش على بعضهم بالاتصالات أن عليهم الإنسحاب وذلك حصلت بعض الإشكالات لأكد لكم أن الجيش الوطني ما زال إلى الآن في جبال فرضة نهم مستمر يواجه بكل بسالة ويبادر الآن بالهجوم على المواقع التي تسللت ميليشيات الحوتي إليها والجيش الذي استطاع أن يتحرك من مأرب قبل خمس سنوات وهو محاصر في أقل من كيلومتر مربح اليوم لا خوف عليه وهو يخوض المعركة في جبال نهم التي لا تبعد أكثر من 20 كيلومتر عن محافظة العاصمة الصنعاء ولا نتكلم عن صنعاء النهم هي تتبع صنعاء نتكلم عن مركز العاصمة الصنعاء أصبحنا اليوم نرى المركز المديرة نهم إذن نحن نتكلم عن صنعاء ونتكلم عن لكن هذا الحديث سيد الشليف هذا الحديث جرى منذ أربع سنوات منذ العام 2016 تقريبا الحديث عن معركة صنعاء الآن هناك الحديث إن لم تعتبر ما حدث سقوطا لهذه المواقع لكن الحديث الآن على حماية المواقع في مارب حماية مارب وليس دخول صنعاء لا لا ليس صحيح الآن الجيش الوطني ما زال في فرضة نهم يواجه فرضة نهم تبعد عن مارب أكثر من 170 كم بينما تبعد عن صنعاء أقل من 30 كم الحفاظ على المواقع في فرضة نهم إذا افترضنا ذلك صحة ما تتفضل به يعني كانت المعركة منذ أربع سنوات الحديث عن دخول صنعاء الآن الحفاظ على المواقع في فرضة نهم كيف تفصل ما يحدث؟ طبعا للأسف قبل أربع سنوات عندما تقدم الجيش الوطني باتجال عاصم صنعاء مورسا تعريف بغوطات باتتوقف في فرضة نهم ثم تمترست جماعة الحوثي في نهم واستدرجت الجيش الوطني بالمعارك في ميشرة نهم وميمنة نهم ثم دخلت المعارك في جبال شاشعة وفي مناطق واشعة فاضطر الجيش بدلا من التقدم بالتجال صنعاء إلى تغطية الميمنة وتغطية الميشرة وكلما تقدم الجيش بالتجال صنعاء وكلما فتحت جبها خاصة نحن نتكلم عن مناطق واشعة جدا من الجبال التي تربطنهم بالجوف وتربطنهم ببنيح الشيش من الخلف وعندما نتكلم اليوم عن أن الجيش الوطني يطرق أبواب بنيح الشيش لن نتكلم عن أن الجيش تعدى نقل بن غيلان وعندما من الجهات حريب نهب لأن بنيح الشيش ونهب هي منطقتان متجاورتان والآن الجيش الوطني في منطقة حريب نهب صاحب المبادرة وهو على بعد أقل من كيلومترات من أول مناطق بنيح الشيش فالجيش تعرقل صحيح في البداية ربما بضغوطات من قبل التحالف أو من قبل الحكومة أو من قوطات دورية لكن في الفترة الأخيرة حاول الجيش وتقدم في عدة مناطق ولكنها طبيعة الحرب تتقدم أحيانا وتضطر للتلاجع أحيانا ولكن أؤكد لك أن الجيش لن يسلم بهذه السولة وإن العيون ما زالت على صنعاء وإن موعدهم صنعاء وكل من توصلنا بهم وكل من تكلمنا معهم عيونهم على صنعاء ومسألة فرضتنهم ليست إلا معركة من معارك الوصول إلى صنعاء ما رأيك سيد العزاز يعني حين تبدو النتائج الآن متناسبة مع الظروف يعني في نهاية المطافة الجيش الوطني يقول كثيرون يقول ربما سيد الشريف الجيش يعني لا يمتلك هذه الدعم المناسب كما يقول كثيرون أيضا هذه الظروف بحد ذاتها تكفي لأن يحصل ما حصل في فينهم لكن هناك من قبلكم أيضا تحميل أطراف خارجية مسؤولية ما حدث ما الذي يعني يراد من الخارج عمله فيما يتعلق بالمعركة فينهم أعتقد أن المعركة فينهم اليوم هي ذات صاحبة قرار كقرار داخلي لكن هناك توافق وتقطي من الإخوة في المملكة العربية السعودية بدليل حركة قيادة العمليات المشتركة وهي ما تمثل ربما المملكة العربية السعودية من جانب هذا جانب لكن الأهم في المسألة أن نقص الإمكانيات نقص العتاد نقص نقص ربما إلى ما لا نهاية لكن لا يوجد نقص في المعنويات هذا الجيش وضع أمام تحدي كبير اندفاع القبائل يومنا هذا باتجاه إسناد الجيش عبر إعلان نقف قبل في محافظة مارب وإمتدت إلى المحافظة الجنوبية تعكس أن هناك قوة شعبية كبيرة خلف الجيش وأنه مصمم على كسر المعادلة وأن الخيارات أصبحت لدى الحكومة صنعة أولا بدلا من التوقف والتمترس عند نتائج اتفاق الرياضة الذي لن يصل إلى حد ولن يكون له أفقا وزادت فيها المزايدات ووصلت إلى حد أن الاتفاق شبه مقمد حاليا في المحافظة الجنوبية وأن هناك خيارا جديدا أعتقد أن الإخوة السعودين يراهنون عليه كثيرا وفي نظري أعتقد أن الأيام القادمة سوف تؤدي إلى إسقاط اتفاق ستوك هولم وقد تنفقر الأوضاع في الحديدة هكذا مهيئ للشارع هكذا تأخذ كل الأطراف تمترساتها أي أننا مقدمين على فترة حرب كبيرة أنا أعتقد أن الجيش قد يتجاوز مسألة الفرض وما قرى هو أن الجيش وقه بضغط كبير وكان لدى الجيش مخططا بدلا من الوقوع في مصيدة الألغام تراجع إلى الخلف ووزارة الدفاع بيانها واضح قالت الانسحاب تكتيكي وهما القادة العملياتيين على الأرض القبهة طويلة والمنطقة ذات مساحة كبيرة أنا أرى أن الجيش مندفعا بكل قوة وزارة الدفاع هي من المطروحة في الواقهة بكل قوتها وزارة الدفاع القوى قيادة القوات المشتركة وقيادة التحالف في مارب وكذلك القوات القبلية أو البنية القبلية في كل منهم ووصولا إلى الجزء القنوبي من شبوه وشرقي أبيان قبائل الأواليق امتدادا مع البنية القبلية إلى نهاية القوف كل هذه الجماعات أو متشكلة اليوم بقيادة واحدة هي أمام اختبار حقيقي تمتلك إرادة قوية تمتلك شحنة كبيرة تمتلك أيضا نزقا خلقه الآخرين واستفزازا مرعبا خلقه الحوثيين بالصواريخ التي استهدفت المدينة استهدفت المساجد استهدفت اعتقدات الناس وضعت الناس أمام إرادة أما أن نكون أو لا نكون وهي ما تتحرك في مارب وفي العادة يمكن أن تدفع لبعض القيش إمكانية كبيرة لكن الإمكانيات لا تخلق المعنويات التي تخلق الإرادة إما أن نكون أو لا نكون وهذا ما هو مطلوحنا اليوم على القيش في نهم وشرقي صنعاء بشكل عام هذه المنطقة اليوم قد تلتهب اليوم وغدا وربما لمدة أسابيع هناك نقصا لا توجد قيش في العالم لا تعاني نقصا في الذخيرة وأحيانا نقصا في الأسعافات لكن يجب أن يتم تدارك مسألة الاتصالات العسكرية لأن الاتصالات تعني السيطرة وهذا ما يجب أن يجري التنبه له منذ فترة طويلة ربما من الأخطاء الكبيرة التي ذكبتها الشرعية أن تركت منظومة الاتصالات بأكملها بيد الحوثيين في صنعاء وهذا خطأ قاتل يجب استجراكه بأسرع وقت ممكن يعني لا نفهم منك سيد العزعزي قيادة سياسية بدور سيء كذلك تحالف بنوايا مختلفة أو غير واضحة أو غير مفيدة لمن هم في نهم طيب كيف يمكن الخروج من هذا المأزق لا أعتقد أن هناك مأزق التحالف غطى بشكل كبير خصوصا أمس غطى التحالف بشكل كبير استهدف مواقع استهدف التحركات كانت الخطة ناقحة إلى حد كبير في استدرق الحوثيين في إخراج هؤلاء المتحصنين داخل القحور إلى منطقة مفتوحة من السهل استهدافيا بالمدفعية من السهل أيضا استهدافيا بالقذايف البعيدة من السهل استهدافيا بالطيران الطيران أدى دوره كشفت المخازن اللوغيستية للحوثي في منطقة بني حشيش كشفت أيضا في نهم أصبح أمام مرأة السيطرة على بعض القبال واستحداثها تحريك القضية في مسألة جبات نهم وفي هذا التوقيت بالذات وفي هذه اللحظة بالذات هي نوعا بناء مسألة خلق تحدي وأعتقد أن المنطقة الشرقية وأبناء كل من البيضاء ومارب والقوف وقوات الجيش المتواجدة والتي عبي عداد كبيرة وإن كانت تنقصها بعض الإمكانيات لكنها قوة صلبة أصبحت أكثر خبرة ست سنوات وهي في الميدان ست سنوات وهي في حالة تدريب دائم ست سنوات وهي في حالة قتال دائم لذلك هذه القوة لا أعتقد أنها سوف تكسر بسهولة كما يتصور البعض داخل منطقة جغرافيا شرسة جدا جغرافيا هي شرسة جدا وربما العامل الأكبر لصالح من أبناء المنطقة يعني أنت متفاهل سيد العزيزي طيب سأنتقل إلى نقطة أخرى سأنتقل إلى نقطة أخرى مع الضيف الآخر سيد الشليف يعني فيما يتعلق بالأحداث أو العمليات الأخيرة خلال الأحداث الأخيرة سيد الشليف برزت شخصية شخصية صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة أو ما تسمى بالعمليات المشتركة فيما يتوارى كما يبدو دور وزير الدفاع وقائد هيئة الأركان أيضا هذا الأمر ينظر له كثيرون على أنه تأكيد واضح بأن التحالف يسعى فعليا لتصفية الجيش الوطني وإحلال قوات مكان قوات وإحلال رموز بدل رموز ما رأيك؟ أعتقد أن هذا الكلام ربما هي تحليلات بعيدة عن الواقع نوعا ما لأن الجيش الوطني الآن هو الجيش الوطني واحد وبقيادة وطني واحدة ثقودها وزير الدفاع المقدشي وقائد القوات المشتركة قدير بن عزيز وكل قيادة الوحدات وقيادة المناطق العسكرية في جيش الوطني إذا حصل أي تراجع أو انتحاب ببعض المواقع فهذا لا يعني أن هناك تصفية حسابات بين القيادة وإنما ربما رأيك القيادة أنه من الأفضل أن تنتهب من تلك المناطق التي تقاتل فيها خاصة أنها مناطق صعوب الوصول إليها بالإمداد صعب جدا الوصول إليها الإسعاف الجرحة منها صعب جدا يستغرق الجريح إلى أن يصل إلى نقطة الإسعاف أكثر من 6 إلى 7 إلى 8 ساعات ربما رأيك القيادة أن هذه المناطق ليست مناطق مناسبة لإستمرار المواجهة فيها أصدق أن المنشيات التي تواجه فيها لديها خطوط إمداد وهذا للأسف ما تقوم به قوات الشرعية هو نتعلم في الفترات الماضية لم يصلوا إلى كل المواقع ولم يصلوا إلى كل المزارس والدعم للأسف لم يكن دعم كافي لاستقدم نحو الصنعاء ربما كان هناك دعم لأنه دعم للحفاظ على البقاء وليس دعم من أجل استقدم نحو الصنعاء والآن ونحن نواجه فلولة الإمامة في جبال وفي أنه من البكر جدا أن نقول أن ما يجري هو تصفير لهذا القائد أو ذلك أو تصفير لهذه الوحدات أو تلك مقابل الوحدات أو قوات أخرى وأكد لك أن القيادة للجيش الوطني قيادة واحدة ووحدة والعمليات المشتركة مع وزارة الدفاع مع قيادة المناطق في عداد دائم اليوم وأمس المساء ويزيرون المعركة بشكل مستمر وبتنسيق واحد وهي قوات واحدة التي تسبع القوات المشتركة وزارة الدفاع ليس هناك قوات خاصة بالقوات المشتركة وهو قوات وزارة الدفاع نحن نتكلم عن جيش وطني مشكل من كل القوى الوطنية من كل المناطق اليمنية من كل قرى الجمهورية اليمنية يخضون معركة الجمهورية على اتفاب وشعاب وبإذن الله يعني الناطر قريب بتكاعته وتباغر جهود اليمنين بالنسبة طيب وانت تتحدث عن دور التحالف قيدة التحالف تتمثل بالمملكة العربية السعودية الجبير يؤكد في منتدى دافوس على أن الوزير السعودي الجبير يؤكد في منتدى دافوس على أن السعودية لن تسمح بوجود حزب الله جديد على حدودها الجنوبية هذا يعني أو يوحي على الأقل أنها ليست السعودية ليست في وارد التخلي عن الشرعية الخطر عليها لماذا يعني تلقي بالمشكلة إذن على التحالف أنا لا ألقي بالمشكلة على التحالف فيما حصل يوم أمس أنا أتكلم أن الدعم الذي يقدم التحالف لجبهتنا ليس دعم كافي من أجل التقسم إذا كنت تدعمني من أجل البقاء فهذا دعم لا يكفي نحن جبهتنا كانت تحتاج إلى تحالف ألغام جبهتنا كانت محتاجة على الأقل إلى معاشات الجنوب التي لم يستلمها منذ شهور كيف تريد من الجندي أن يستمر في معركته وفي جبهته وهو لم يستلم معاشاته ثمانية أشهر كيف تريد من الجندي أن يقاتل وأن يناظر وقيادة الجيش الوطني لا تستم بجرحة الجيش والمقاومة بعض الجرحات عفنا جراحهم لم يتم علاجهم هذا ليس كلام التصبيط أبناء الجيش الوطني والمقاومة إنما هي حقائق أدت إلى أن نصل إلى بعض النتائج نتكلم عن جندي لا يجد ما يعود به أسرته يذهب إلى العمل بدلا من أن يذهب إلى المواجهة وهو في نفسه يتمنى أن يكون في مقدمة الصعوب المواجهة العودي لكن لا يملك المواجهة هناك من الشباب يبيع سلاح من ملكة الخاص من أجل الذهاب إلى الجبهة هذا لا يعني كما ذكرت أنه لا يوجد دعم هناك دعم لكنه دعم ليس دعم كابي للتوجه إلى طنعا وليس دعم كابي لأجل التحرير إذا كان هناك دعم كابي وقرار سياسي صادق فأضمن لك أننا خلال أسبوع كان بوند السبعين وفي التحرير الجيش الوطني الذي الذي تحر ميليشيات الحودي من كل جبهات الجمهورية قادر على أن يطلق وهناك قوات والشباب قادرون على أن يتحدوا جبالنا وهناك جبال على الجبال لكن يحتاجون إلى الإمدادات يحتاجون إلى الإمكانيات الإمكانيات التي تحييقهم على التقدم ليس الإمكانيات التي كالذخيرة أو التراضي القلاج نتكلم عن معدات متطورة الحودي يواجهنا في سلاح دولة كسبها من الألوية الذي سلمتهه في الفترات الماضية يواجب بنخائر دولة يواجب أسلحة تهرب من السواحل ومن الحدود اليمنية من دول مختلفة من الجواء الحودي يواجب بصواريخ هذا يوم تستاذب مالا وتستاذب هذا يوم تستاذب في كل مكان أين صواريخ لماذا لم يمكن الجيش الوطني من أن يطلق من فرضة صناح على عسكرات الحودي بصنعة ما المانع من أن يكون هذا الجيش الوطني قوات في جبهة دينامي ويكون له مدافع في جبهة دينامي تضرب علام على لكن هل أفهم منك أن التحالف في هذا السياق لا يقوم بواجبه فيما يتعلق بالضربات الجوية لهذه المعسكرات كما تقول أم أنك تريد أن التحالف يعطي هذه الإمكانيات للجيش اليمني ليقوم هو بها بالنسبة أنت تتحدث عن عدم إمكانية الجيش الوطني على ضرب المعسكرات الخاصة بميليشيات الحوثي المتواجدة في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرتها لكن التحالف يعلن بين حين وآخر عن ضرب لهذه المناطق لهذه المعسكرات بالطيران ألا يكفي ذلك أم أن المسألة هي أن يمتلك الجيش الوطني هذا السلاح والمدفعية التي تستطيع ضرب هذه المعسكرات نعم يا أخي عندما تدعم الجيش الوطني بضربات جوهية وإن كانت نافعة هذا لن يفيد الجيش الوطني على المدى الفعيد نحن نتكلم عن بناء جيش وطني قوي يجب أن يمتلك هذا الجيش الوطني مقومات القوة إذا كان جيش وطني لا يمتلك مقومات القوة فلن يفيد ذلك حتى وإن تدخل التحالف حينا أو أخرى بالطيران أو بالمدافع نحن نطالب بناء جيش وطني قوي يمتلك المدافع يمتلك السبابات يمتلك حتى الطيران أن هناك قواعد جوية كان يمكن عندها ويدعم الطيارين اليمنيين وقوات الجوية اليمنية ثم تنفذ البربات الجوية هناك دعم جوي ودعم بالمدافع التي يديرها التحالف لكن هذا الدعم لا يفيد الجيش الوطني نحن نتكلم عن بناء جيش وطني يجب أن يفيد الجيش الوطني أن يكون هو صاحب القرار وأن يكون هو صاحب القرار طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد العزعزي ما رأيك سيد العزعزي هل ممكن الجيش اليمني أم لا الجيش اليمني إلى الآن على أسف الشديد لم يمكن بشكل كامل برغم امتلاك امتلاكنا لأسلحة متواجدة فيما كانت تعرف بالمنطقة أو بالمحور الشرقي هناك ميات كبيرة من الأسلحة متواجدة فيما تعرف اليوم بالمنطقة الأولى والثانية عسكريا وكانت أيضا متواجدة في ما يعرف بالوحدات المركزية أو المنطقة الوسطى التي كانت تتخذ من عتق مقرا لها أيضا أين اختفى سلاح القو اليمني بكافة تشكيلات تبخر في يوم وليلة لماذا لم يدخل إلى المعركة لماذا لم تنقل مواد وأيضا لم تنقل لا قاذفات صاروخية كالكاتشوشا ولم تنقل أيضا لا مدفعية 130-222 بقية المدفعية التي كان يمتلكها القيش اليمني لماذا لم يتم نقل على مدرعات لا نقلات سلاحات الدبابات بقية الأسلحة هناك كانت أسلحة متواجدة حتى في محافظة مارب لا نعرف أين ذهبت استهدفت طيران قسما كبيرا منها لماذا لم تقدم وأنا لا أطلب هنا من التحالف لكن أطلب من القيادة الشرعية ممثلة بالأخ وزير الدفاع ممثلة بالأخ نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوة المسلحة هذا قيش بلد وداخل منطقة بها آلافا من القبائل المسلحين لماذا لا يتم التعامل مع هؤلاء هناك عروضا قدمتها الصين هناك عروضا قدمتها روسيا لكن لماذا لماذا لا تحمل التحالف المسؤولية سيد العزيزي لأن التحالف لا القيوش في نظري أنا وهي وجهة نظر شخصية لا تبنى بالإعانات يا أخي القيوش ليست جمعيات خيرية قوة دولة الخشنة لا تبنيها المساعدات ولا تبنيها الإعانات قوة دولة الخشنة تبنيها السلطات السلطات الوطنية هي من تبني هذه القيوش عليها إما أن تتقدم بقروض لديها صلاحيات ببناء قروض بطلب إما قروضا أو ما يسمى بقضايا تبادل أو منح مقدمة ولكن من منتجي هذه الأسلحة لأن منتجين قد يضمنون بقاء الذخيرة لكن من يشتري لك بندقية كيف يضمن لك الذخيرة إذا كنت لا تمتلك معالميا لإنتاجها عليك التعامل مع الدولة الأصل الدولة الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ليسوا سوى مجموعة منهم بالترتيب الخمسة الكبار في تجارة السلاح في العالم وبالتالي قرارات مجلس الأمن وحضر السلاح عبرا على ورق عندما تصبح المسألة أو تصبح مسألة بيعا وشراء لمخازنهم لذلك هناك خطأ كبير ارتكبه الإخوة في قائلة الشرعية أنهم لم يعملوا على توفير أسلحة بالمعنى الكافي من حق هذا البلد نحن سلطة شرعية وهذه السلطة الشرعية من حقها بس تسيطرتها على بلدها بدرجة أساسية إعادة فرض السلطة هذه السلطة الشرعية تدافع عن خيار ديمقراطي إذا كان الغرب قد تخلى عن المسألة الديمقراطية في مقابل أن يؤمن مصالحا للبريطانيين ولمندوبهم الذي أنا في نظره لا يمثل جريفت والأمم المتحدة سوى أكبر شركة دولية أو الشركة عابرة للقارات لا أقل ولا أكثر هكذا تنظر إليها لكن على السلطة الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها نحن بلدا لديه موارد لدينا غاز ونفط ويمكن التعامل معنا وهو ضمانا كافي لتسليحنا ربما تصبح بلدانا كثيرة على أهبة الاستعداد بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدرجة أساسية لكن نحن كجيش من حيث البنية والتسليح والتدريب حسبنا على الدول الشرقية وبالتالي فنحن مرتبطين عرضنا عاملة من نريد بكل من بالذات جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية طيب فيما يتعلق بالحديث الدولي عما يحدث في نهم الحديث أيضا يعني الآن صنعاء سفراء دول أوروبية مارتين جريفتس هناك أسألك سيد الشليف كيف تقيم مسألة الموقف الدولي مما يحدث هناك في نهم أعتقد أن الموقف الدولي اليوم لا يختلف كثيرا عن الموقف الدولي عندما فقطت حمران وصنعاء بيد الحوثيون كان جمال بن عمر في صنعاء اليوم تزاملت هجمات الحوثي الشديدة على جبهات له مع زيارة كريفتس لكن كريفتس يقول أنه يدعو لضبط النفس وخفض التصعيد في نهاية المطاف هو يدعو لضبط النفس عندما يكون الحوثيون عندما يكون الحوثيون في موقف يدعو لضبط النفس لكن عندما يكون الحوثي وصاحب المبادرة فهو ينتظر ماذا سيحققوه ويعطيهم المهلة حتى ينظر ماذا سيفعلوه لذلك كان الحوثيون هجموا هجومه السيري من كل الجهات قبل زيارة كريفت من أجل أن يحببون أصرا ولو بسيطا ودفعوا بهاية الجثث من أبنائهم وهذه المرة ربما من العملة الصعبة التي خسروا عليها في تجريبها وتجنيدها على أيدي إيرانيين والثوريين دفعوهم إلى فرضة نهم وكانت فرضة نهم مقبرة جماعية لهم لكن توقع أن الموقف التولي لا يريد أن نتقدم ولا يريد لليمن أن تنحل مشكلتها إذا لم يكن الحل بيد الجيس اليمني ولم يكن الحل بيد القيادة الشرعية اليمنية فلن تصل اليمني إلى حل لا حل مع الحوثي إلا بالطريقة التي وصلتها إلى صناحة لا حل مع الحوثي إلا باستلاح وهذا ما لم تسمح به الأمم المتحدة أما حلول السلام فلم تدخل الأمم المتحدة في بلد وتحل مشكلاته بل زادته دائما لكن حتى حلفاء أنت تحدث عن الدول الكبرى لكن حتى حلفاء اليمن تحدث هنا عن التحالف المملكة العربية السعودية كما قلت لك يقول وزيرها الجبير على أن السعودية أيضا في ذات المسألة ليست مؤمنة إلا بحل سياسي طبعا منذ 2015 للأسف يتكلم الكثير كثائين خارجين أو داعمين إقليمين للشرعية أو دول على القوى الدولية يتكلمون عن الحل السلمي وذلك بسبب إخفاق السحالف والشرعية في إحراز التقدم في الأشهور الأولى من تدخل عصفة الحجم كان يمكننا أن نحكم المعركة في بداية في أول سنة عسكريا كلما تأخر الحسم العسكري كلما أصبح أصعب من قبل لكن اليوم الفرصة ثانحة أمام الجيش الوطني وأمام الجيادة الشرعية وأمام جيادة الشحالف لأن يعطوا الضوء الأخضر للجيش الوطني والدعم الكافي وأنا أضمن لك أن الجيش الوطني قادرا على أن يحقق السلام بطريقته وقادرا على أن يخضع الحوثي وقريفت وكل القوى إذا كانوا صاحب القوى وصاحب المبادرة في الميدان نعم طيب أنقل النقطة هذه إلى سيد العزعز سيد العزعز يتحدث وزير الشؤون الخارجية السعودي فيما يتعلق بأن هناك معارك من حين إلى آخر يمكن وضع ما يحدث في نهم في هذا السياق لكن اليمن تتجه إلى حل سياسي هل ترى وفق ما يحدث الآن في نهم وهذه المواجهات أن فعلا اليمن أن الحل السياسي هو ما سينتقل وهو ما سيعني ما سيحدث في اليمن أعتقد أن كلام القبير حسب ما أفهمه أنا واضحا جدا الحل السياسي يخرج من أفواه البنادق والمدافع الحلول السياسية لا تأتي من ذاتها الحلول السياسية تحتاج قيش يصنع هذه الحلول يفرضها بقوة حتى حلول الاستسلام اليابان استسلمت بحل سياسي لكن بعد أن هزمت عسكريا ألمانيا استسلمت بحل سياسي بعد أن هزمت عسكريا العالم كله يستسلم بحل سياسي على الإخوة في الخليج أن يعو ذلك على الإخوة في الخليج أن يعو أن هذه الفترة هي الفترة الوحيدة التي يمكن أن تعطيهم وضعا تفاوضيا إقليميا أمام إيران عليهم أن يعو أن مقتل سليماني يجب أن يستغل بشكل كامل إذا أراد هؤلاء أن يفرضوا أمانا على شبال قزيرات العربية بشكل عام على الإخوة في المملكة العربية السعودية أن يدركوا ذلك وأن لا يتقع صلو على الإخوة في المملكة أيضا أن يدركون إما أن يتواجهوا مع حلفائهم في عدن مع الإخوة في الإمارات العربية وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي أو يدفعون بقوة باتجاه استعادة استعادة نهم من أجل تحريك المسألة الداخلية الحوثي يسعى إلى أن يتقوى في موقفه التفاوضي وهو يدرك أيضا أن المسألة يجب أن يبقى جنوب المملكة العربية السعودية خصوصا أن الإرادة البريطانية البريطانية تريد أن يبقى الحوثي إلى ما لا نهاية يبقى مسيطرا ويبقى أشبه بكيس دهني كبير قد يؤدي إلى موتى النظام السعودي إذا ظل قائما في محافظة صعداء البريطانيين لا يهمهم المسألة لكن يهمهم هل هناك إمكانية أن يتحول الحوثي إلى إرهاب في منطقة البحر الأحمر يؤدي إلى تغييرا في تعريفة البوليس الدولية للتأمين على النقل البحري هذا ما يهم البريطانيين وهذا ما يبحث عنه جريفت والذي يتعامل مع الحوثيين كأنهم مولودا شرعي للدول الواقعة غرب أوروبا تحديدا من ألمانيا مرورا بفرنسا وبريطانيا هؤلاء مفتظنين هذه الحركة بشكل كامل مكاتبها أدواتها عندما تغل في قتل اليمني لا أحد يتقلم عندما يقري تصفي ما حدث في مارب هذه الصواريخ وهذا الكم الضخم جدا لم يهز لهؤلاء شعره لأن المسألة أيضا هم اليوم أسقطوا اتفاق ستوك هولم أسقطت كل الإمكانيات قرى الهجوم وتفراء الاتحاد الأوروبي وممتل الأمينة العام داخل صنعا ما وجود هؤلاء هذه المنظمة أصبحت أقل من موقعات السياسي للحوثيين سيد العزعز يقول الآن أن ما يحدث من ضربات كما يقول أنها تدعم الجيش الوطني كما تسميه فيما يتعلق في ما يحدث في نهم الآن الضربات السعودية ضربات التحالف هذه ستؤثر على المبادرة التي كان الحوثيون قد قاموا بها أو قالوا أعلنوها فيما يتعلق بعدم استهداف الأراضي السعودية أين تضع ذلك في سياق ما يحدث يا سيدي عدم استهداف المملكة العربية السعودية هو كان الخوف من أن يتدخل الأمريكان بدرجة أساسية في ضرب هذه الحركة كما ضرب سليماني وقائد الحرس الثوري وقائد ميليشيات الحجد الشعبي في العراق هذا ما يخافه الحوثي أو ما يخافه قناديل الحوثي الذين يشكلون الطبقة القيادية هذه الجماعة انخفضت أمام السعودية وعادت تستهدف القيش الوطني هذا الاستهداف ربما يرضي بعض الأطراف الداخلية السيئة الصيط والسومعة وبهم بعضهم حلفاء للشرعية مع الأسف الشديد ويرضي البقية داخل القزيرة العربية الذين أصبحوا وخافون من وجود قيش يمني يريدون دولة ولا يريدون قيش يريدون ثنائيات متناقضة بشكل كبير لا يمكن أن يصنع استقرار في هذا البلد هذا الموقع الاستراتيجي على خطة التجارة الدولية ما لم تتواجد قوات مسلحة نظامية قوية ومقهزة بشكل جيد على الإخوة في المملكة أن يعو أنهم أمام طرق صعبة على الإخوة في الشرعية أن يتحرقوا خطوة واحدة إلى الأمام بقوة أكبر ما يقري اليوم في نهم أنا من هنا أحيي الجيش في نهم بأفراده بأفراده أفرادا بصفتهم وأسمائهم هذا الجيش الذي منذ سبعة أشهر بدون رواتب هذا جيش العسرة لا رواتب لا إمكانيات لا اتصالات هذا جيشا خارق إذا كان هذا الجيش يستطيع أن يصمد على ارتفاع يزيد على ألفين واربعمائة متر في هذا القوة البارد جدا بدون أي إمكانيات هؤلاء يضرب لهم تحية وتعظيم سلام لهؤلاء حيثما هم وأعتقد أن المسألة ليست سوى عدة أيام من الصبر فقط لا غير ربما تسقط جماعة الحوث من ذاتها هذه الجماعة أصفت في امتهان اليمنيين في امتهان إمكانياتهم وقدراتهم ومع الأسف الشديد على الإخوة في التحالف العربي أننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا إما أن يدعموا هذه السلطة الشرعية بكل ما تحتاجه طيب انطلاقا من هذه النقطة سعود إلى تفاولك سيد عبدالهالي سعود إلى مسألة تتفاول وعلى ما تبنيه لكن فيما يتعلق بهذه النقطة دعني أسأل سيد زيد الشليف فيما يتعلق بالموقف السعودي وهذه التصريحات مرة أخرى للجبير التي يقول فيها هم يقبلون بوجود الحوثيين لكنهم لا يقبلون بوجود حزب الله جديد على واقع ما يحدث في نهم في أي سياق تفهمها أنت طبعا كما نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك مفاوضات سرية بين جماعة الحوذي والسعودية ربما هذه المفاوضات أفضل إلى هذه التصريحات لأنه خاصة ونحن نعرف جماعة الحوذي أنها جماعة ربما باعت نفسها في فترة من الفترات كذلك للدول الإقليمية أخرى غير إيران ويمستعد اليوم إذا كانت الثمن كبير من السعودية أن تكون كذلك على الأقل أن تهدئ على الحدود السعودية يظهر ذلك من خلال عدم تحريك الجبهات في كل الجمهورة لبنية إذا كانت تحالف جاد في مسألة دعم الجيش الوطني فينا فلماذا لا تحرك جبهة الساحل لماذا لا يعلم فشل اتفاق السويد ولماذا لا تحرك جبهة المنطقة الخامسة لماذا لا تحرك الجبهة في تعز في كل مناطق الجمهورية إذن نحن نتكلم عن موقف وصمت مريد من قبل التحالف ومن قبل قائدات الشيش اليمني إلا من بيان مططر في آخر الليل أمس من وزارة الجفاع ذلك يجعلنا نقف أمام فعلا ستساؤلات كثيرة هل أصبحنا نفاوض على ثمن دماء شهداءنا وعلى فرضة نهم في سياق حديثك على مسألة إعلام فشل اتفاق سوك هولم وزير الخارجية تحدث على هذه المسألة على أن التصعيد الآن قد يعني فشل التصعيد العسكري في نهم سيعني فشل اتفاق سوك هولم في هذا السياق ما هي الخيارات الآن الموجودة من خلال وجهة نظرك سيد الشليف فيما يتعلق بالمعركة في نهم وبقية الجغرافية اليمنية الخيار يا أخي الكريم أن يحو جيدا أن المفاوضات لم ولم تجدين أفعا مع الحوزيون سواء كانت مفاوضات محلية أو مفاوضات إقليمة أو مفاوضات دولية يجب أن يتحرك الجيش الوطني يجب أن تتحرك قوات الشرعية يجب أن يتحرك جهدات الشرعية بجميعهم أن يتواجدوا في الميدان مع أفرادهم مع قياداتهم أن يتحركوا بالتجاه صنعاء من كل الجبهات وأنا أجزم أن الجيش الوطني يقادر على صناعة المعجزات اليوم الجيش الذي كان يواجه وكل ثلاثة أفراد يواجهون بثلاثة مكوف واحد اليوم يقادر على أن يدخل صنعاء إذا كان هناك دعم في المدرعات والدبابات وكاسعات الألغام والمدافع ذات الحركة والتغطية الجوية اليوم إذا كنا نريد حل سياسي فيجب علينا أن نقصر إلى صنعاء على ظهر المدافع والدبابات وسيئة الحوثي إلينا راغما عن أنفو بالحل السياسي وسنكون نحن صاحب القوة ونحن صاحب الكلبة لا مجال اليوم للتفاوضات والمقاوضات ولن تجدين فعن سواء اليوم أو غدا أو بعد سنة أو بعد خمس سنوات سنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نكون صاحب قوة في الميدان إذا لم يتقدم التحالف ويدعم كل الجبهات لا تتقدم إلى صنعاء فلا جدوى من الكلام عن طووات ولا جدوى من الكلام عن صنعاء ولا جدوى من الكلام عن السلام في اليمن إذا لم يكن هناك قوة تحفظ السلام وقوة تفرض السلام سيد العزعزي من وجهة نظرك ما الذي ستحمل على أيام القادمة أعتقد أنا عندي تفاؤل كبير أن الأيام القادمة سوف تحدث تغيرات كورة سوف تحدث تغيرات الحوثي أنا أعتقد أنه يدخل مرحلة انتحارية وأيا كانت العوامل فقط ما أأمله أو أتمنى أن يوجه الأخ وزير الدفاع دعوة إلى كافة الجبهات بالحركة بإمكانيتها المنجدة عليهم أن يقتصروا في الذخيرة إلى أدنى حد ممكن عليهم أن يعودوا إلى الأيام الأولى لذكرى المقاومة عندما تحرك الناس لا يمتلكون إلا بعض الأدوات البسيطة من آل كلاشونكوف وبنادق الحرب العالمية الأولى البنادق التي تحتاج عملية إعادة تعمير كل مرة مع إطلاق كل رصاصة منها على الجميع أن يعود إلى هذه النقطة على الجميع أن لا يفقد ثقته بنفسه هناك من يسعى في الجوار سواء في الإقليم العربي في التحالف في العالم إلى أن نفقد اليمنيين ثقتنا علينا أن لا نعطي الأمم المتحدة أي من الثقة الأمم المتحدة فشلت في الصومار فشلت في ليبيا الأمم المتحدة فشلت في سوريا وكانت سببا في مجازر كبيرة الأمم المتحدة سلمت العراق إلى إيران لقمة صائغة وعملت على إنهاء ربما أنهاء الكتلة السكانية الحية في العراق واليوم العراق ينتفض وهذا من مشاريع الأمم المتحدة هذه المنظمة ربما ينصح العرب جميعا بأن يعلقوا عضوياتهم إذا كانت بهذا الشكل على الإخوة في التحالف العربي أن يعيوا شيئا مهما أن اليمن إذا ظلت بهذا العمل وبهذا المستوى فسوف تكون القشة التي تقسم ظهر البعير سوف نتحول إلى أدوات ابتزاز العالم يتخذ مننا اليمنيين أدوات ابتزاز للخليق سوف تبتز الخليق بالمشكلة اليمنية إلى ما لا نهاية هناك ابتزاز هناك تركيع نحن أيضا نظل في حالة الثورة مخيف لماذا نكون أدال ابتزاز الخليق لماذا لا يغلق الملف اليمني حتى لا يتم ابتزاز الإخوة في دول الخليق العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية اليوم يقري الابتزاز بأكثر من اتجاه ربما على الوضعية السخيفة التي تتكلم عن حكاية قرصنة وغيرها وصل الغرب بحالة الإسفاف في الاتزاز إلى شكل فضيع لماذا يتم تقديم أو نعطي الآخرين ظهورنا ولا نحسب مشكلاتنا في الداخل وهو التساول أكبر لماذا لا يحسم الملف في اليمن كما قلت سيد العزعزي شكرا لك من تعز المحل السياسي عبدالهادي العزعزي كنت معنا بالأقمار الصناعية من هناك والشكر موصول أيضا للناشط السياسي زيد الشليف كان معنا عبر السكايب من برلين الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء